اشتركوا في القناة تسعة وعشرين يوم بالضبط من اليوم رح نتكلم عن الثلاث نسخ الموجودة في الستور اللي بيشتريها والفرق بينها رح نتكلم عن وعد صدور اللعبة الشيء اكثر رح تهمك عن فيفا 16 اذا تبيت اشتريها وبس اترك مع الفيديو فيلا وشي رح نتكلم عنها الفرق بين النسخ الثلاث اللي نزلتها الشركة للناس اللي بتشتري اللعبة من الستور طبعا فيه ثلاث نسخ راح نشوف الفرق الحين بين كل نسخة ونسخة مع بعض طيب النسخة الاولى اللي هي النسخة العادية اللي هي Standard Edition ميزة هذه النسخة نرح تونك 15 بكج عادي ذهبي لمدة 15 اسبوع تقريبا معدل بكج واحد اسبوعيا ومعها برضو اللي هي حركة احتفالية اذا جبت هدف احتفالية كي او ما عرفها ما عجلت تعرفوها انتو انا ما عرفها وتقريبا بس هذي المزايا النسخة هذي العيدية طبعا سعرها ستين دولار سعرها ستين دولار اذا راح تشتريها بالفيزة بتطلع عليك تقريبا 225 ريال سعودي اذا راح تشتريها بالستور راح يكون سعرها يعني راح تشتري ستور وتشحن وتشتريها بعدين راح يطلع عليك شوي اغلى من 270 الى 180 ريال سعودي حسب سعر السور في السوق طيب النسخة اللي بعدها واللي افضل منها اكيد اللي هي نسخة ديلوكس اديشن مزايا هذه النسخة انه راح يعطونك بكيجات بريميوم جولد باكس لمدة 40 لا 40 بكيج لمدة 20 اسبوع يعني معدل كم بكيجين اسبوعيا ومعهم هذا اللي يفرق عن اللي قبله اللي هو ميسي اليونيل ميسي يمديك تاخذ عار لمدة خمس مباريات في الالتيمت تيم واحتفالية كي او اللي موجودة في النسخة اللي قبل والشي جديد في الاحتفالات اللي مهمنا معطينك اياها اللي هو احتفالية الروبوت وبس هذا اللي خص النسخة الثانية السعر النسخة هذه اللي هي الديلوكس اديشن سعرها تقريبا 70 دولار اذا راح تشتريها بالفيزا راح تطلع عليك تقريبا 262 ريال سعودي اذا راح تشتريها بالستورات راح تطلع عليك نفس النسخة اللي قبل وهذا الشي اللي مستغرب منها هتطلع عليك تقريبا 270 الى 180 ريال حسب سعر ستور في السوق طبعا يعني اذا كنت محتار اذا كنت راح تشتري واحدا من النسخ هذه الثنتين محتار بينهم راح تشتريها بالستور اكيد اشتري النسخة الثانية نفس السعر اذا تشتريها بالستور طيب راح لنسخة الثالثة اللي هي افضلها اللي هي نسخة سوبر ديلوكس اديشن مزايا هذه النسخة انهم راح يعطونك 40 بكيج اللي هي جامبو بريميوم جولد باكس اللي بكيجات لجامبو 40 بكيج لمدة 40 اسبوع يعني تقريبا معدل بكيج واحد اسبوعيا واضافة الى إيش سيريو واغويرو وليوني الميسي ولاعب اسم تايباوت كولوريتوس لما عرف منهم الزبدة هذول الثلاثة لعيبة يبديك تستخدم كل واحد فيهم تاخذها يعار لمدة خمس مباراية في الألتمت تيم واحتفالية برضو اللي موجودة في النسختين اللي قبل اللي هي كي او واحتفالية الروبوت اللي موجودة في النسخة الثانية بس هذه مزايا النسخة اللي هي السوبر ديولوكس اديش هذي افضل نسخة السعرها تقريبا 100 دولار يعني اذا تشتريها بالفيزا بتطلع عليك 375 ريال تقريبا اذا راح تشتريها بالاستورات رح تطلع عليك من 380 الى 400 ريال انا عن نفسي اذا بطلب واحدة من النسخة الثلاث هذه يابا اخذ النسخة الاولى يابا النسخة الاغلى اللي هي سوبر ديولوكس اديشن وليسا ما قررت بعدين بها اقرر بس هذا الشي يرجع لكم لانا انا شوف انه خسارة تاخذ النسخة الثانية وانت تقدر تشتري نسخة الشسمة الاغلى اللي هي سوبر ديولوكس اديشن بس اترككم الحين مع اشياء اتمنها انا عن نفسي واشتمنوها ناس كثير مو بس انا ناس كثير يتمنوها في 5.16 في يب يلا اترككم مع اشياء اتمنها في 5.16 قبل ما تكلم عن اشياء اتمنها في 16 ما تلكم مع تصدور اللعبة رح يكون تقريبا في 22 سبتمبر سبتمبر يعني بعد شهرين من اليوم الديمو قبل 15 يوم نجيكم تجربون الديمو اذا عجبتك اشتري اذا ما عجبتك اسحب عليها بس طيب اشياء اتمنها في 16 اول شي يشوفو لهم حل مع دريقن دريقن هذا البق اللي خرب في 15 وخلى الناس تكره اللعبة وصارت مملة يعني انت ممكن تلعب game 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 بالكثير تطفش خلاص لان صار اللعبة الناس ممل صار اغلب الناس انا ما اقول كل اغلب الناس اعتمد على البق هذا وتجيب في هداف وتنقهر انت الشي الثاني اللي هو الحراس مو كل حراس تقريبا افضل حراس نشوهم في شريط ما في زي ممكن نوير و كورتوا حراس تشيلسي الحراس يخلوهم اذكى شوي يعني بعض حيان تلعب ريال مدريد قاعد تعب ريال مدريد ترجع للكوه تخش كبري منه تجي قول كيف يعني اوكي هذي اوكي هذي هذي حركة عادي يسوهم فيفا تسوي الشي هذا بس ما يكون في حراس يعني بحجم كاسيس يعني حراس مستحيل تجي منهم الغلط هذا ولا توقع قد جيت منهم تقريبا يعني يسوون ها بس في حراس يعني اضعف مستوام شوي و شي انا شوف ما ادري اذا تتفقوا معي ولا لا اللي هو الركنيات ما اتسار لها مفعول ذاك المفعول يعني اللي كان فيفا 14 فيفا 14 كان الركنيات مرة قوية خرافية راسيات عدلها فيفا 15 بس مرة يعني مرة الركنيات ما لها فائدة تقريبا هذا انا شوف هذا الشيء اللي انا شوف فتمنى شوي يعني يعطونا شوية كده شوية مفعول فيفا 16 يخلون لها شوي واشياء تمنون انتم فيفا 16 كتبونا في التعليقات وكتبونا اي نسخة طلبتوا او لسه ما طلبتوا او تشترونها شريط كتبونا في الكومنت شاركوا في الفيديو وبس يا شباب هنا وصل نهاية الفيديو لا تنسى تعطينا لايك وتشترك في القناة تشترك في القناة اذا ما كنت مشترك وتسوي شير ونشوفك على خير يا صاحبي 8